هذا المعجزة أحبائي طبعا مش مجرد مجرد كلام عندما قال يسوع المسيح أنا هو خبز الحياة فعلا فعلا أشبع الألاف هذا السؤال الذي كان في مزمور 78 هل يقدر أن يعطي خبز أو أن يشبع بالحقيقة أنه قادر أن يسدد كل احتياج لأنه القادر على كل شيء ألا تتفق معي أنه المسيح أي شيء كان بيعمله بقوته الذاتية لما قال يعني أخذ الخيل خمسة أرغفة والسمكتين وبعدين شكر الرب وابتدأ التلاميذ يوزعوا ويوزعوا والأسلال مش عم تفضى وعم بيوزعوا وعم بيوزعوا والأسلال مش عم تفضى بيرجع الخبز وبيرجع السمك بيملأ القفاف والأسلال وبعد ما أشبع الجميع أنت خلي بالك أنا نفسي يعني تفكرها من ناحية جغرافية إذا فيه عشرين ألف شخص يعني بتغطي مساحة الجبل كله من نفس المنطقة وين المسيح كان بعلم تعليمه على الجبل في عزته الشهيرة في المنطقة اللي بتصل للأسفل عند بحير التبرية اللي اليوم بسموها كنيسة الطابغة اللي هي يعني عين سبع سبع ينبيع نفس المنطقة اللي أشبع فيها يسوع المسيح الآلاف اشتركوا في القناة